أجرى وزير الخارجية سامح شكري تصالين هاتفيين مع كل من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالية السوداني والفريق أول محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريعة وخلال مباحثاته الهاتفية مع الجانبين أكد شكري قلق مصر البالغ نتيجة استمرار المواجهات العسكرية وما أسفرت عنه من وقوع ضحايا وتعريض أمن واستقرار السودان لمخاطر بالغة ملاشدا بالوقف الفوري لإطلاق النار كما أكد شكري أن مصر لن تألو جهدا في الوقوف إلى جوار السودان في هذه المحنة الخطيرة وغير المسبوقة وشدد على ضرورة التزام جميع الأطراف بالهدنة لإتاحة الفرصة لعمليات الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية كما جدد شكري موقف مصر ثابت الداعي لاحترام سيدة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وأن كافة الاتصالات والجهود الدبلوماسية التي تطلع بها مصر حاليا ترتكز على تلك المحددات وتستهدف مساعدة السودان في الخروج من محلته وتوفير البيئة الملائمة لحل الخلافات من خلال الحوار شكرا شكرا